ازايكم حبابة عاملين ايه رب تكونوا بخير النهاردة بقى نعمل كيكة كده سريعة قلنا بقى حاجة كده نشرب بها الشاي فقلت خلص بقى قوم اعمل كيكة حلوة كده زي ما انتم شايفين بصرونها جميل دهب ازاي هنشوف بقى مقادرنا ونشوف عملناها ازاي ما تنسونش بقى في اللايكات الكتير والسبسكرايب عشان كناتي تكبر وتشجع وعمل لكم فيديهات اكتر يلا بينا بقى عشان نشوف المكونات اللي احنا حطناها للكيكة الحلوة الفتحة البيضاء قوي دي عامنا زي القطن جميلة جدا يلا بينا بصوا بقى اول حاجة كده معي بولا عادي بولا كلنا عارفينها بولا هحط بقى فيها طلب بضبط تماما كله يدوي طبعا ما فيش خلاط ولا الكلام ده كله حاجة كده سريعة وانا ده هنا طبعا السينية زي ما انتم شايفين هاي كده زبدة اه وحطها جنب اول حاجة عملتها ده هانت السينية زبدة اه بصوا بقى حطي الطلب بضوات زي ما انتم شايفين كده واحط الفانيليا الفانيليا دي جاملة جدا جدا مش عايز اقول لكم حلو وقت ايه هي بتجي في علبة كده وفيها الاكياس دي بس مش عارفة والله كم كيس يعني ما كنت جامعة من كرفور بس مش فاكرة فيها كم كيس بس فيها كتير يعني اهو هضرب بقى كده كويس بالشكل ده بصوا والله ما هتاخد وقت معي خالص وكوباية سكر طبعا المقادير هحطها لكم في صندوق الوصف تمام كده وهقلب كده عشان ادوب السكر اهو بالشكل ده يبقى انا كده حطيت ايه البيض والسكر والفانيليا بس فقط لا غير لسه ما حطناش حاجة تاني اهو بقى خلاص كده ضفت كوباية من اللبن وهقلب برضو كويس يبقى طلب بضوات كوباية لبن آآ كوباية سكر قول فانيليا وكوباية زيت آآ مش عايزة تحط زيت حط سمنة او زبدة اللي رايحك بس بصراحة انا بحب احط الزيت عشان الزيت خفيف بيخليها خفيفة كده بصوا بقى هي الثانية اللي انا عملها بالزبدة مش هضيف عليها طبعا دي ولا اي حاجة زي ما هي كده بصوا بكمبودر ده برضو جميل جدا بجيبوه منكرفور حلو قوي آآ دول بقى كده معي تلات كبيات دقيق هاجب بقى عليهم معلقة من البكنج بودر آآ دقيق ده منخول لازم تنخلوه بيخلي الكيكة هشة وحلوة فلازم ننخل دقيق خلاص كده انا قلبت كده البكنج بودر في اهو هنزل بقى آآ بصوا في انا ضفت معلقة خلي بس آآ ما جاتش معي في التصوير يعني بس في معلقة خلي تحطت آآ هقلب بقى كده كويس طبعا انا يعني هنزل كده بالمقدور بتعدي ده شوية شوية وهقلب عشان بس ما يتكتلش معك ولا حاجة اهو هقلب بقى كده كويس لحد ما دي يختفي معي خالص اهو هنزل بقى اللي في البولة ده كله سهلة ما خدتش معي وقته خالص كده بسرعة كده عملي واحدة لأولادك آآ بس بصوا بقى الصينية دي كانت كبيرة شوية فهي ارتفاحها يعني ارتفاحها بالنسبة لي كان كويس بس ما فكت يعني الارتفاع اعلى من كده فالصينية ديت آآ كبيرة شوية كانت عايزة صينية اصغر شوية اهو انا كده خلاص بقى ايه خلصتها وهضيفها بقى في قلب الصينية انا الصينية زي ما قلتلكو ده هنها زبدة ما حطيتش فيها دقيقة ولا اي حاجة فوق الزبدة اهو كده بقى هنزل بالخليط زي ما انتو شايفين آآ الخلي طبعا ان انا حطيته المعلقة بيفتحها وبيخليها زي ما انتو شفتوا كده معي في اول الفيديو اللونة يفاتح من جوة وبتبقى عاملة زي القوتني كده وحلوة جدا مهشة بسو الصينية كبيرة شوية على المقدار ان انا عامل ده فالصينية دي كبيرة شوية آآ البيض لي بقى انا حطيت ثلاث بدوت عشان انا ما كانش عندي انا مفروض احط في الكيكة دي اربع بدوت بس انا عشان كان عندي ثلاثة بس فانو حطيتهم برضو مش هيضروا يعني هتطلع كيكاية آآ خلاص بقى كده هدخلها بقى الفرن على درجة حرارة مية وتمانين لمدية خمسة واربعين دقيقة واختبارها بخلة لو الخلة تلعت تمام ما فقاش عجيني بقى كده استوت خلاص بقى بصوا انا دخلتها الفرن وطلعت وسبتها كمان بردت خالص بصوا بقى ليه بقى انا حطيت زبدة في في قاع الصينية محطيتش جقيق آآ بصوا بقى لما بردت آآ آآ تحس ان الكيكة فصلت من الصينية خالص مش مسكة في الصينية ولا اي حاجة اللي خليها بقت كده هي الزبدة بس لما تدهينيها زبدة بس هتلاقيها آآ يعني ثابت من الصينية كده مش هتبقى مسكة في الصينية خالص لما تبرد بصوا هي شايفين مش مسكة في الصينية خالص ولا لزقة ولا اي حاجة خلاص بقى انا كده اطعط انا بحب اطعها كده طبعا انتم عارفين آآ لم تابع الفيديوهات عارف ان انا بحب اطعها بالشكل دوت بصوا بقى خلاص بصوا عاملة ازاي من جوة عايز اقول لكم ما شاء الله فتحة بيضة جدا كده عاملة زي القطن وهاشة وحلوة قوي وطعمها بسم الله ما شاء الله يعني كمة في الجمال طعمها حلو جدا 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 فهم ما تخيلوا يعني اعملوها بس انتم بالطريقة اللي انا عملتها دي والله ما هتاخد معكم يعني كتير وبردك لو انتم ما عندكمش لبن على فكرة عادي جدا ممكن تعملوها بردك بكبات مية بدل كبات اللبن مش هتقول لأ في الاخر بردك هتبقى الجيكة برضو آآ تمام كده ما تنسونيش بقى في اللايقات كتير 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 لو الفيديو عجبكم تنزلوا عليها باللايقات كده غرقوني لايقات آآ هي خلاص بقى كده بصوا رأيكم خلاص مع كبات شاي باللبن كده حلوة احلى كبات شاي باللبن وتكلي احلى كيكة يرى بيكون الفيديو عجبكم واتبسطت النهاردة من الفيديو اللي انا عملته ده آآ اقومي بقى كده حبيبيت قلب تشجعه وعملي لعيالك كاية كده وجوزك ويعملوا شاي باللبن كده وافطروا بيها او تعشوا بيها بتبقى حلوة جدا وبتبقى حاجة موجودة عندك في البيت اللي اولاد بيحبوها جدا وحاجة من ايدك طبعا بتبقى نظيفة وضمن النظفة بتاعتها آآ بصوا بقى احلى كيكة مع كبات شاي كده على الصبح بتبقى حلوة جدا يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم وزي ما قلت لكم ما تنسونيش في اللايقات الكتير آآ ونتقابل في فيديو جديد واسبكم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا